الغربان انطلاقة على مستوى القمة انطلاقة الدور المصري هذا الموسم الحياة انطلاقة على مستوى القمة زي ما بدايت الاهلي حملته للدفاع عن اللقب او استعادة اللقب ان شاء الله هي ايضا انطلاقة على مستوى القمة الاهلي فوزين خمس اهداف اربعة في الاسماعيلي وهدف في البنك الاهلي امبارح كانت ممكن الموراة تكون غزيرة الاهدف اكتر من كده لو كان الفريق وفق لكن كل التقدير للبنك الاهلي للاداء اللي لعب به لكن خدوا بالكم باستمرار مش هيلاء الاهلي الفرق المنافسة اللي تبدأ تلعب كورة هنرجع للتحصينات الدفاعية وللمتاريس وللشغل الدفاعي قوي هيحد ده من فرص الفريق في الابداع لما الاسماعيل اللي لعب كورة فريق بيلعب كورة ودي طبيعته بدأت تلاقي شكل اداء مختلف جدا للنادي الاه الناس اللي استغرابت من اداء الاه الامبارح اداء فرضته ظروف المباراة وطبيعة اداء المنافسة باشواندس عزي رأيي طبعا واللعبة لعبتنا وده يعني نستقول لك هو مسماني تاني بعد ما نجيب الجون يرجع يدافع يا جماعة مسماني لا رجع يدافع ولا عمل حاجة في لعبة ما تعرفش اين اللي حصل يعني اخطر هجمتين في اخر ربع ساعة اتحسبوا علينا واحدة منهم لا هم مش مرتبطين ببعض واحدة منهم كتقود مين احسن لعيد في المباراة مين احسن لعيد اكرم ما ينفعش يا اكرم لا حمدي طبعا حمدي 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 فتحي ما حاولك وما ينفعش يا حمدي ان كرة ترمي قوت وانتو مش جاهزين للتعامل معاه فتسفر عن انفراج قوت من غير ما حد يلمسه المفروض اللي بيرمي القوت ده في الموقف ده ما يلاقيش حد يبصيله من كوت من احكام الناس ويخزتها وانهم ضيق المسحات وحتى كل واحد في صدره تحت رقابة جامدة جدا لكن احنا فجأنا القوت التامية اصفر عن انفراض انقاذ علي لطفي الكرة الخطيرة جدا جدا التانية اللي هي تلعبت ناحية الشمال اياك يكونوا نقدر نجيبهم الكورتين دول وبعدين تلعبت بالعرض وطلع الكابتن علي لطفي يتصداله برجله وعلي معلول رحمة الله كان ممكن ترتطم انت عارف الكرة دي ممكن جدا لو الكابتن علي لطفي حطاها برجله ممكن تخبط في حد وتخش ايه طب اصل الكرة دي ايه الاولانية الانفراض الخطير اصلها قوت قوت هل ده هتقول لي بقى خطورة نتيجة ان موسماني رجع لا اللعيبة لحظة شرود لحظة سرحان انا بجيبلك احسن لعيبة هم على همش خلاف اتنين عاملين مستوى هايل 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 كانت حتيجة دول الكرتين بيهددوك بس انت طبعا اتفرجت على التسجيل و انا لو كنت اتفرجت على دي و انا قاعد كنت لحقت ينهره بيض و كنت حعمل زي الناس اللي بانتقدها بس انا بقى انا بقى بهرتل مع نفسي ما بمسكش القلم و اكلم الناس و اقول لها وهاجم اللعيبة انما بعد دي اقتوبة في شكل نصيح اه ان كنت شفت الغلطة طب لولا الكرتين دول كان حد شاف خطورة على الاهلي لا الاهلي كان ماشي خصوصا في الشوت التاني كويس و ضيع فرص و و و شريف جاب جون بديع جدا اه في المتابعة اه نحظ الحمد لله انا ليه بقول بديعه و هيقولك تجوني جيبه اي حد اه جيبه اي حد لما يوصل هنا بس عشان يوصل هنا من غير افصايد ده هو تحركه ايوه ده ألانه واستنى لغاية يعني التحرك بتاعه والسلية بيشوت يعني السلية وهو بيشوت يعني تحرك شريف هو ده الفرود القراءة اه الحس بالمكان اه وهو كل جوان شريف هتبدو لك سهلة اه انا عاد بقى الهجمتين اللي خطر علينا الشوارب بقى يعني بقى انك جبتها يعني عامل انك مسح صح ليه اه لو متحين طيب انا شريف ايه زعلت منه في الماتش ده ليه نفس الكلام انتو بتدوي او شباب بتجيبوا جون افرح جون مهم جدا لفرقتك الرسالة دي لمين انا مش سامع ومش شايف لمين ما بيحبش الرسائل محدش يقول هس محدش يعمل كده طبعا بتوصل فيه ناس بتوصل ان هي اصحاب لغة الاشارة طب رجعوا لنا الكرة دي تاني اه ها 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 هل ده معقول هل الموقف ده معقول طيب ده مدرب ده طريقة لا مش معقول لاجب يكون صرحة مع نفسنا اي وهذا لا ينتقس من جه ده احد هذا لا ينتقس من تقلق وابداع لأكرم اللي بشوفه النهاردة لو قيمت لعبة مصر هو الافضل